مرحبا كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الحوت رح حاول أحكي فيه عن الأحوال العاطفية والعملة إلى كل الشريك هتحدث كذلك حتى فيه عن كتير أمور تتعلق بالعزيب وهذا القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمر يطالع وفيه إمكانية نذكر قراءة عكسية بالنسبة لك يا برج الحوت عم شوفك تتحدث مع أحد من الانترنت عم شوفك كذلك ممكن هذا الإنسان يجلب لك سعادة كتير كبيرة بهذه الفترة عم شوفك كتير سعيد وحتى أنه أنت بتعت عن كل الأشي اللي عم تجعلك يا برج الحوت غير سعيد عم شوفك كتير سعيد بالوقت الحالي وفيه يعني كأنه هذا الإنسان عم يجلب لك سعادة كتير حالمة بالنسبة للشريك عم شوفه شخص ممكن يكون برج من الأبراج المائية أو من برج الثور الجوزاء كذلك عم شوفه هذه الشخصية شخصية رومانسية جدا وشخصية حالمة وممكن حدا كتير حالم جدا يعني عم يكون شخصية بتروح لأبعد الأماكن عم شوفه لهذا الإنسان شخصية كذلك متقلبة المزيج متقلبة الفكر شخصية عم أبعد الأبراج المائية أو الأبراج اللي هي روحانية كتير كبيرة بتكون متقلبة ما بتكون ثابتة على مود واحد بالنسبة لمشاعرك تجاه هذا الإنسان عم شوفك سعيد جدا في سعادة بس عم شوفك كأنه هذه العلاقة أنساتك المشاق اللي كانت بالماضي وعم تجيب لك سعادة أكثر وكأنه عم توازن حييتك أكثر بالنسبة للشريك كذلك عم شوفها لأنه هذا الإنسان بيبعث لك يعني تقريباً الطاقة فيها نوع منها الأوقات عم تتحكوا مع بعض وبتكون فيها مشاكل الأوقات عم تكون الأوضاع ثابتة بس عامة أنتوا من الشخصية وعمة عم شوفها الشخصية اللي هي بتتجاكروا بشيء وعم تتصلحوا يعني بسرعة يعني عم شوف هيك العلاقة عم شوفه لهذا الإنسان كذلك بيحب أنه يكون معك وعنده رغبة أنه يكون معك ويستمر معك كذلك بالوقت الحالي أنت عم شوفك متجاكر معه ومبتعد جداً أوكي في مشاعر كتير قوي وعم يجلب لك سعادة وعم يجلب لك هذه الطاقة الحلوة بس بالوقت الحالي ما عم تحكي معه أبداً بس عم تحبه لهذا الإنسان مبتعد عنه وبتحبه يعني في علاقة عاطفية هون طفولية أكثر عامة الإنسان لما بيحب بيصير طفولة أكثر بيصير يعمل أشياء طفولية بيزعل من أشياء بسيطة يفرح من أشياء بسيطة وبقى عامة برج الحوت برج رومانسي حساس طفولة هيك يعني إذا حاب هو بيحبه مثل الأطفال ممكن هيك أنا عم شوفك يا برج الحوت عم شوف شوي لأنه أنت تحبه لهذا الإنسان بس ممكن حالياً مبتعد عنه عم شوفك مبتعد كذلك حتى هو يقرقه ابتعادك عنه بس هذا الإنسان يريدك برغم أنه راح يعمل خطوة إذا أنتم مبتعدين راح يعمل خطوة لإصلاحه مور بينك وبينه عم شوف أنا أنه مستقبل العلاقة جيد جداً في هابي ناس وفي فرح وفي كل شيء طاقة جيدة لنجح هذه العلاقة عم شوف على أنه ممكن هو إذا كان يريد الزواج منك فهذا الإنسان ممكن يكون أجمل أب وكمان يعني رجل محب هيدا بالنسبة للرجال عم شوف على أنه يعني بيقلك أنه القريب أنه تكون هذه العلاقة تصل إلى مرحلة متقدمة أو يكون نتاج لهذه العلاقة هيا تتطور وتصيروا بعلاقة زواج شيء مثلا يتعلق بالزواج أو تصير شيء لازم تحصلوا على نتيجة يا تبتعدوا عن بعض يصير في علاقة زواج وكمان هون بيقلك فاميلي إنه تقريبا أنه راح تكونوا أسرة مع بعض أوكي؟ عم شوف كده عليك يا برش الحوت لأنه أنت شخصيتك جدابة بشكل غير طبيعي للشريك الآخر عم تجدبه بشكل مش طبيعي أبدا ممكن أنت تتعامل كما قلت مع هذه الأبراج أو تتعامل مع أبراج مائية بامتياز هوائية ونارية عم شوف أبراج الحوت وخاصة العذاب عم شوفهم يرغبون كتير بعلاقة استقرار يحبوا فيها وينحبوا يعيشوا الحب من قلبهم عم شوفهم كأنه في عندهم كمية مشاعر كتير كبيرة بس عم يخفوها عن الناس كأنه عم يظهروا شيء ليس منهم يعني بدهم أن يكونوا بعلاقة بس علاقة جدية علاقة توصلون لمراحل كتير كبيرة كان نصر لهم هذه السنوات الأخيرة أو الأشهر السابقة عم يتعرضوا أو عم يتعرفوا على ناس خائنين ناس مش بنفس الثقة الذي يعطوها للناس الآخرين عم شوفهم أكثر من زويين لحالهم بس شايلين كتير مشاعر بدهم يعيشوا مع شخص آخر ما عم شوف صراحة في شخص ممكن في تواصلات على الإنترنت في حكي في كلام بس ما عم شوف في شخص جدي يأتي إلى برج الحوت ليتواصل معه من السباعة مثلا للحياة العامية برج الحوت عم شوف في حدا يعني رح تلتقي معه ممكن يجي للبيت عم شوف في سعادة رح تأتي ممكن حتى للبعض يكون في زويج عم شوف كذلك الأوضاع المالية ليست بالجيدة وعم شوفك ممكن للبعض فيكن ممكن يغير بيت أو يعمل أصلاحات بالبيت كذلك عم شوف كذلك حتى في راغبة كتير كبيرة لا تزويش ولا الوضع العاطفي عم شوف الطاقة تقول إلى الوضع العاطفي كتير عم شوفك يعني تقريبا حابب أن تكون بعلاقة بس عم شوفك موترك كأنه خايف خايف من المستقبل خايف من الأشياء التي ستحصل بالمستقبل بس عم شوفك تريد الحب تريد الزواج تريد الاستقرار العاطفي كأنه عندك احتاجات كتير كبيرة بهذا الشهر لكن ما يتعلق بالوضع العاطفي عم شوفك كذلك على أنه تطلب الله كل يوم وكل ليلة لتحقيق متمنياتك بس إن شاء الله راح تكون خير بإذن الله عم شوفك كذلك حاسم قرار إلى البعض منكم عم شوفهم يتخذون قرار تجاه علاقة علاقة حب على أنه أنت ممكن قدام فرصتين عندك فرصتين بالحياة يا أما بالعلاقات يا أما بالعمال وأنت حائر أو أخذت قرارك حاليا عم شوفك أخذ القرار أو حسم بهذا الموضوع كان أنه عندك فكرتين أو عندك بالحياة يعني قرارين بالحياة أو فرصتين بالحياة وأخذت قرارك حاليا عم شوفك أنه الأمور صارت أوضح وصار في نوع من الوضوح بالعلاقة أو وضوح بالعمل أو وضوح يعني كل واحد وعلى حسب أكي أه يعني في بحييتك واخترت واحد منهم حسامة أكي في حسم أه عم شوف على أنه الشريك شخص عنده مركز عالي مركز بالشغل جدا عالي ممكن حتى الوضع الاجتماعي أو الوضع العائلي الأسيري تبعه كتير يعني بعائلة راقية بعائلة عنده اسم أم شوف كذلك على أنه الإنسان يعني عم تشوفه كأنه ملك حب يعني إنسان عنده يعني كلامه معصول بيعرف كيف يحكي خاصة بالكلام يعني بيعرف كيف يجده بالشريك يعني بيعرف كيف يغوي الشخص الآخر عنده هالتكنيك بحييته وبيعرف يعني كلامه معصول هالإنسان أوكي عم شوف كذلك على أنه هالإنسان ممكن الشيء اللي عم تحبه فيه أنه يعني ممكن عم يجاهر بحبك أمام الملأ وعن يعني كأنه ممكن سبب الخصام وهيدا ما عم يظهر لحاليا لعنا عم شوف فيه نوع من الخصام أو فيه نوع من الحيرة عم تحصل لك حاليا أنه هالإنسان بالرغم من كلامه المعصول وأنه بيقل كتير أشياء ما فيه قرار أو ما فيه آآ يعني خطوة للمستقبل لخطوة للزواج خطوة لشيء جميل يكون قار بالعلاقة يعني عم شوف هالإنسان كأنه كان عم أنت عم تحس أنه عم يبيع لك أشياء مش حقيقية أوكي وهيدا نوعا من الخصام أو عندك نوعا من الحيري أو الكونفوجين عندك داخليا ما عارف مش شايف هل هالعلاقة صالحة لإلك أو هالإنسان عم يكذب لي لأنه يكذب عليه أوكي لأنه عم شوف هالإنسان بيحكي الكلام حلو بس الحقيقة والشيء بالواقع ما عم تلمسه ما عم تلمس لأنه هالإنسان يريد تقدم لخطوة للأمام هيدا يعني عامل لك حيري من أمرك ممكن هيدا ممكن تكون أنت صارحته بالموضوع وتزعلته ممكن حكيته بهالموضوع وممكن جدا وارد إنه هيدا خلق لك نوعا من الإشكالية بفكرك ومقادر تواجه الشريك هيدا كمان صالحة لإلكم أوكي عم نشوف كذلك على أنه هو ممكن حليا عنده كتير أشياء يوازنها بالحقيقة أوكي عنده هالإنسان كتير أشياء يسعى إليها في نوعا من كأنه بيحاول يوازن بين عمله وبينك أنت وكتير أشياء في كتير أبشن بالحقيقة عنده ممكن عنده كتير هوايات هالإنسان بيحب السفار بيحب الاكتشاف وكمان عنده كتير أشياء بيحب بده يعني عنده حيرة من أمره كذلك لأنه عم شوفه بيهتم هالشخص فيك وعم يهتم العمله وعنده كمان عنده نوع من الحيرة كذلك على أنه أي طريق يتبع ممكن ممكن الإنسان ما عم تحب فيه لأنه منه صريح معك ما بيعطيك ما بيعطيك الحقيقة كأنه عم تشوف أنه شخص يوماطل في نوع من الطبابية حتى بالعلاقة ما عم تشوف الصورة الواضحة أكثر عم تشوفها الإنسان جميل وعم يحكيك بنوع من الجميل وعم يؤذيك بس ما عم شوف شيء واقع ما عم شوف تطبيق لهالكلام الحلو بالحيات أكي ممكن حتى إيجابيا عم شوفك إنسان عم تحسه عنده كتير يعني عنده كل السبول ليكون ناجح أمسان ممكن وضع العمل جيد وضع المال جيد أو يسعى إلى تحسين وضعه المالي والمادي عنده كتير أشياء أنت عم تشوفها فيه كتير أشياء إيجابية بشخصيته حتى ب كتير أشياء إيجابية فيه أما هو ما عم يحب فيك هالنوع يعني أنت بدك دائما الاستقرار دائما يعني هالموضوع الاستقرار كتير حاسم فيه أما يعني ما بحس فيك إنه جعلت العلاقة فيه نوع من المتعة بحس إنه العلاقة تصير إلى منحة الاستقرار والمنحة العلاقة الروتينية أكثر أكي بدتهو شوية أخد وقت لا يستمتع تكونوا مع بعض تهتموا مع بعض تكون هيك بدتهو ما بحب فيك هالطريقة وكذلك بحب فيك أنه أنت إنسان عندك شجاعة وعندك مقدم بالحيات عندك تفاؤل دائما بأن الغد سيكون أصدل وهيدا الشي بحبه فيك عم شوف إنه الإنسان يعني نيتك أنت بظل بيبين أنه فيه نوع من النية للزويش نوع من بدك أنت تأسس يعني ترسم العلاقة ويعني تكون يعني ما هالإنسان بزويش أما هو في نوع من الضبابي بفكره هالإنسان عم يحبك وعم عم ينوي مع كتير أشياء بس حتى الوضع المادي حاليا ما عم شوفه عم يسمح له لأنه حتى ما ممكن يكون عنده الوضع المادي ليس بجيد لهيك ما عم يفكر بالاستقلال بس هالإنسان عم يفكر أنه أنت الشخص المناسب بحياته في نوع من الحب وحتى أنت يعني تتوافق معه روحيا أوكي في توافق رحي كبير بينك وبينه حاليا حاليا إذا يعني نشوف فرحل حال سيع يعني الخطوة القادمة في نوع من الضبابي أكثر بس رح توضح مع الوقت يعني هالعلاقة يعني عم شوف فيها وضوح أكثر بالمستقبل بس حاليا عم شوف في نوع من الضبابية خاصة اللي له هو ما عم يشوف الطريق الحقيقية أو الطريق اللي هي أنسب لإله أوكي عم يحسك أنه أنت الشخص المناسب بينوي معك أشياء جميلة بس حاليا فكرة الزوج والاستقرار ما عنده بباله لأنه عنده أفكار كتير وعنده أعمل عنده الموضوع العملي كتير شاغل باله بيأسس حاله أكثر حاليا لهيك ما عم يفكر بالزواج أو بالاستقرار بهذا الموضوع أكي بس أنت شخص يعني بيشوفه على أنه أجمل إنسان ممكن يتمنيه أكي هيدا اللي عم يطلع لك يا أصحاب القراءة الثاني أصحاب الحجر الأزرق رح نشوف مصائح لألك بيقلك الوراء على أنه أنت بأمان لأنه في حماية لألك ولا طاقتك وحتى لحبك ولا بيتك أكي يعني أنه هالعلاقة رح تطل محمية ورح تطل كأنه الله يحميها بالرغم من أنه عم تشوفك أنه العلاقة لا تقول إلى شيء من الإيجابية بس رح تطل هالعلاقة عم شوفي أنه رح تطل بهذا الطريق أنا ما عم شوفي خصام أو بتعاد جسدي كبير بس عم شوفك أنه في نوع من الحيرة بينك وبينه بيقلك أنه هال مرحلة اللي عم تمروا فيها أنت والشريك ممكن يعني هي اللي رح تجعل هيده العلاقة متينة يعني قوية يعني كأنه في بس لازم يعني تضلوا مع بعض وعم شوف أنه هالعلاقة رح تطل بالرغم من كل هالشي اللي حاصل حاليا عم شوفها رح تطل ورح تستمر بس لازم تتحمل هالعباء اللي هلأ بالعلاقة كذلك عم ينصحق الورقة لأنه إذا بدك تنقي طاقتك الطاقة السلبية اللي حاليا عم تشعر فيها وأوقيت عم تحس حالك لست بالجيد ممكن أنه تروح على ما كان فيه ماء شلالات بحر ممكن تختسل بالماء يعني أن تلامس الماء لأنه الماء كذلك بيشير الطاقة السلبية أو علاقة عمال حتى العمال ممكن يطلعوا من هذا العمال يقدم استقالتهم أو يغيروا عمال جديد أوكي رحيلة وعمل رديد بس عامة تانية انتبه للأيادة انتبه كذلك لخسارة الأموال عم شوفك أكثر عم تبدر مالك حتى عم شوف ما عم شوف في أموال مقبلة عم شوف أنه عم تحت مال أو عم تصرف مال أكثر ما عم تجني مال بهذا الشهر بس انتبه للخسارة المادية انتبه لصحتك لأعيونك للنوم كذلك حاول تشرب ماء كثير عم شوف كذلك انتبه لأيديك انتبه من أنه يكون فيه جرح لأنه عم شوفك كأنه بالمطبخ ممكن تجرح إيدك انتبه لهذه الأشياء أوكي هيدا كل شي بالنسبة لبر الحوت اشتركوا في القناة